اهلا 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 بالجميع اهلا بحضراتكم اهلا بضيوفنا اللي نورونا وشرفونا وغادرو هنا طبعا بتكلم على صاحب السمو ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان كانت زيارة بالتأكيد أكتر من رائعة جت بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة اللي أنا أراها دائما هي طبيعية في إطار علاقة الأخوة اللي ما بين البلدين الكبيرين أيضا كان لها ثمرها فتلاقي أنه النهاردة على سبيل المثال أو جزء من نتائج هذه الزيارة هو أن مصر والسعودية وقعوا مع بعض 14 اتفاقية في عدد مجالات أو عدد من مجالات الاستثمار بلغت القيمة تقريبا حوالي 8 مليار دولار طبعا ده إلى جانب إعلان المملكة العربية السعودية عن عزمها في قيادة مجموعة استثمارات في مصر عندنا هنا بتبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار أمريكي طيب الاتفاقيات دي عبارها عن إيه؟ الاتفاقيات دي كانت حاجات متعلقة بقطعات البنية التحتية الخدمات اللوجستية إدارة المواني الصناعات الغذائية صناعة الأدوية والطاقة التقليدية العادية اللي احنا عارفينها الطاقة المتجددة واللي مصر مرشحة فيها بقوة إنها تبقى للايكانومست بالتحديد لأننا قريدت الايكانومست مبارح ولا أول مبارح؟ الله يمانا متذكر إن مصر مرشحة نصا تبقى لتعبير الايكانومست أن تكون عملاقا للهيدروجين أو عملاقا في إنتاج الهيدروجين الأخضر كمان عندنا الطاقة المتجددة زي ما كنت بقوله منظومة الدفع الإلكتروني والحلول بقى التقنية المالية والمعلوماتية وما إلى ذلك طيب كل ده بجانب توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي ما بين وزير الإعلام السعودي من جهة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من جهة أخرى ده في إطار تعزيز التعاون السنائي ما بين الجهتين في مجالات الصحافة والإزاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي فبرضو لك أن تتخيل حجم الإنتاج وشكله أنا هنا بتكلم بقى في المجالات الإعلامية وتلفزيونية والإزاعية والدرامية وما إلى ذلك اللي يقوم ما بين هوليود الشرق كما يسميها الجميع مصر وما بين أيضا عملاق إنتاج ضخم في المنطقة زي المملكة العربية السعودية طيب على صعيد آخر وأنا لا أراه منفصلا وإنما شديد الاتصال مش بس لأنه بمشاركة فخامة الرئيس لكن هو تحديدا مشاركة الرئيس النهاردة في انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أصوان للسلام والتنمية المستدامين اللي بيعقد على مدار يومين زي ما ممكن تكون حضرتك أريد طيب أكد فخامة الرئيس السيسي أن المنتدى جاي في وقت بالغ الدقة على القرى الإفريقية والعالم على كافة المستويات واللي بتنعكس أثرها على إفريقيا فتبقى بتضاف لجملة من التداعيات الصحية النتجة عن جائحة كورونا أكد فخامة الرئيس السيسي أن مصر بتسعى لبناء قدرات المؤسسة أو المؤسسات الإفريقية مجتمعة في المناطق اللي تضررت وأشار إلى أن القرى الإفريقية بتعد هي الأكثر عرضة للأثار السلبية لتغير المناخ وده بيتطلب مننا جميعا تضافر الجهود لتصليط الضوء على المخاطر دي وده من خلال استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ كاب 27 زي ما حضراتكم فهمين طيب إحنا هنا بنتكلم يا جماعة ليه بتقول يا يوسف هو ما بين الاتفاقات اللي حصل النهاردة مثلا مع المملكة وما بين النهاردة كلمة الرئيس في منتدى أسواننا للسلام إحنا في كل الأحوال هنا بنتكلم على تعزيز العلاقات والشراكات مصر وتعزيز علاقتها وشراكتها وأخوتها ما بينها وما بين السعودية ودول الخليج والجانب الأسيوي من العالم العربي لو صح التعبير وأيضا شراكتها طول الوقت وأخوتها مع الجانب الإفريقي بتاعنا قررتنا الإفريقية هنا بقى بشكل عام مش بس في الجانب الإفريقي من الوطن العربي العظيم يبقى هنا عملية مصر هي مركز وتداخل العلاقات ما بين المنطقة العربية وما بين القرى الإفريقية التدعيات اللي حصلة بشكل عام في العالم سواء إذا كان من كورونا أو تدعيات الكورونا زي التدعيات الحرب بالتأكيد بتلقي بظلال شديدة الثقل على المنطقتين سواء إذا كانت القرى الإفريقية أو على المنطقة العربية وبالتالي الشراكات والتعاون المستمر ما بين العرب والأفارقة ولو صح التعبير ما بين قصين كده وده اللي هسأل عليه ضفنا العزيز بأنه تبقى مصر هي المركز في تعزيز مثل هذه العلاقات ده اللي خلينا نعدي هذه التدعيات ونقدر نعالجها سواء إذا كانت تدعيات كورونا اللي سابقة واللي ممكن تبقى اللي زادت مستمرة بالمناسبة يعني أنه ده مش معنى أنه كورونا انتهت من العالم زي التدعيات الحرب اللي موجودة في أوكرانيا خلونا ناخد معنا على التليفون سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية أهلا بيك يا سيد السفير أهلا بحضركم أتدر مشاهدين أهلا بحضركم سيد السفير كنت أتكلم على مسألة ما الشراكات وتعزيز هذه الشراكات ما بين مصر وإفريقيا من جهة وأيضا خدت ده وعملت زي حرف عطف هي العلاقات ما بين مصر وأصدقائها وأخواتها العرب من جهة أخرى يعني الدور المصري في ربط العلاقات العربية الإفريقية لمواجهة تدعيات الكورونا من جهة وتدعيات الحرب في أوكرانيا من جهة أخرى أعتقد يا مقاربة في منتاز زكاء وأنا حاب أشكرك على هذا الفرح لأننا فراحة هناك طرحات في هذا الموضوع بينظر إلى القرى الأفريقية كأنها انتداد للمنطقة العربية والمنطقة العربية انتداد للقرى الأفريقية وأن البحر الأحمر للوصل بينهما وليس للفرح هناك دول عربية أفريقية حوالي عشر دول بشكل حوالي 650 مليون نتمة أغلب الشعوب العربية في القرى الأفريقية وبالتالي هذا التزاوج ما بين الجانبين هو تزاوج جغرافي سياسي مصر هي محور هذا التزاوج ما بين الجانبين في قلب العالم القديم بحكم الجغرافية السياسية وبالتالي يمكن أن يكون هناك تعاون إيجابي وفعال بين الجانبين حتى ولو من خلال الآليات السياسية المتمثلة في الجامعة العربية والاتحاج الأفريقي وأيضا المنظمة المستحدة حاليا مؤخرا منذ فرنتين وهي مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر لا شك أن تداعيات كورونا السنبية والتداعيات السنبية للأزمة الأوكرانية فضل عن تغيرات الملاك وده عام الثالث بودا لأضيفه لهما تأثير كبير جدا على مشاكل خاصة بالطاقة وبالغال وبالأمن الرزائي وبالأمن باستفى عامة سواء في منطقة القديق أو البحر الأحمر أو في القرن الأفريقي فمكافحة الإرهاب أو تحدي الإرهاب وتحدي القضايا السياسية وتحدي الاقتصادي وتحدي الاجتماعي للمشاكل التي تجمع بين الجاندين يمكن مواجهتها بخلال التنسيق والتشاور بل وإقامة نوع مش أميق ولو قد بجديد في نظام دولي متعدد للأقصار يجمع المنطقة العربية مع القرى الأفريقية وهذا يمكن أن يحدث من خلال الآليات الثلاثة التي أشرت إليها التحديات الحقيقة هناك تحديات أمنية وتحديات سياسية وتحديات اقتصادية وتحديات اجتماعية بتأثير قضايا تابقة قديمة وقضايا أخرى مستحدثة وهم الثلاثة قضايا الأساسية التي أشرت إليها تغيرات الملاك وإزمة الكورونا وأيضا جاحة الكورونا وتغيرات الملاك والإزمة الأكرانية هذه الأمور جميعا أعتقد يعني يكون من الأصبب ومن الحكمة أن يكون هناك تعاون بين كافة الأطراب العربية والإفريقية بالأجل مواجهة هذه التحديات سواء ما يتعلق منها بتوفير استثمارات ودخف استثمارات متاثا من منطقة الخليج لدفع عملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية في طرف النامجة الأمم المتحدة 2030 والتحدي أفريقيا 2063 ومن خلال هذا الأمر يمكن التغلب على التحديات الأمنية والتحديات الخاصة بالأمر النزائي والتحديات الخاصة بالطاقة والخاصة بالمياه والخاصة بكافة المشاكل السلبية التي نجمت عن العوامل الثلاثة التي أشرت إليها وجعلت المنطقة تواجد تحديات ضخمة لا يمكن التعلب عليها إلا من خلال العلاقة القوية المتينة بين الجاندين وبإمكانية أيضا مساعدات من الخارج أن تكون هذه المساعدات عادلة وتراعي ظروف القارة الأفريقية بصفة صفة وأن تكون أيضا من أجل أن يكون هناك نوع من الشراكة العادلة بين كافة الأطلاق طيب سيد سفير يمكن يعني لو أزنت لي هناك بالتأكيد مشتركات ما بين الدول العربية بشكل عام وما بين القارة الأفريقية بشكل آخر إلا أنه هل تستطيع مصر خلق مشتركات جديدة يعني نعلم جيدا أن هناك استثمارات عربية لا بأس بها في القارة الأفريقية لكنها ليست لا بالحجم ولا بالكثافة المطلوبة لخلق تنمية واسعة مشتدامة في القارة الأفريقية هل من الممكن أنه يحصل فعلا تعاون حقيقي ما بين القارة بدولها الأربعة وخمسين وما بين مصر والمنطقة الخليجية وسائر الدول العربية العرب لديهم الطاقة والاستثمارات وإفريقيا لديها القوى العاملة والمواد الخام والتنين لديهم سوق واسع هل من الممكن خلق هذه المشتركات والعمل عليها هل أن القارة الأفريقية اللي لازالت لديها أيضا تدعيات أخرى متعلقة ببعض أن الدول ليس فيها من الاستقرار السياسي ما يسمح بعمل هذه الاتفاقات أو الشراكات الواسعة؟ أنا أعتقد أن هذا أمر وارد وممكن والتحديات التي فرضت على القارة الأفريقية والمنطقة العربية سواء ما كان منها تقليدي أو ما هو مستحدث كما أشرت تفرض على الجانبين التعاون والتنسيق والتشاور بل والاتحاد من أجل مواجهة هذه التحديات جمح ذات تفضلت وتكلمت عن منطقة الخليف تملك الطاقة وتملك الرأس المال وتملك أيضا التكنولوجيا والقارة الأفريقية تملك الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية الغير يعني غير مصبوخة وغير متواجهة صحيح في أي مكان آخر زي القارة الأفريقية وهي غير مستغلة وغير مستثمرة سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأمن الغذائي مساحات شاة ساعة من الأراضي صحيح ثروة حيوانية ضخمة ثروة بحرية كبيرة يعني أيضا ثروات تعدينية لا حصل لها هناك فرص كبيرة جدا بعد إن شاء منطقة غرارة القارية الأفريقية لأن تنشط العلاقات التدارية بينها الأفريقية والأفريقية العربية هناك التمنى في فضل الزراسة تبصت حد أفريقيا حتى الآن كما تفضلت مصر الزراسية أن تلعب دورا متعظما ومتناميا أفضل مما كانت من سنة 2019 حتى الآن مصر بذلت جهدا كبيرا في دنيا تحتية في القارة الأفريقية غير مسبوقة أيضا استثمارات ضخمة في خطاعات تدية عديدة من أجل في الآخر أن يحصل نوع من النشاط التجاري في إطار المنطقة التجارية المنطقة القارية الأفريقية الحرة وهذا أمر أيضا هناك اتجاه نحو إيجاد نوع من البنية التحتية بالعرض وبنية التحتية بالطول في إطار القارة الأفريقية سواء كانت تجهد حديدية أو ربط كهربائي أو كانت طرق برية أو طرق نهرية نحن نتحدث أيضا عن طرق قومية قط القاهرة كتاون قط الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط أيضا منطقة الحجام الصريح مصر لعبة دور حية ويتستطيع أن تمارس هذا الدور بشكل أكبر ويمكن في هذا القدر أن تكون السعودية هي الدولة التي تتعاون مع مصر في هذا الإطار السعودية بمهل ديها من قدرات مالية ضخمة وتكنولوجيا حديثة وبالتعاون مع الإمارات أيضا كل هذه الأمور لو حدث نوع من التعاون أساسا وهو أمر وارد وممكن جدا ما بين السعودية ومصر بصفة خاصة ولو بدايتها من مجلس التعاون مجلس الدول العربية والأفريقية المتطاعة للبحر الأحمر لأنهم أعضاء في هذا المجلس وهدفه الأمن والتنمية وهما المطلبان الرئيسيين للمنطقة العربية وأيضا لجزء القرى الأفريقية ومن خلال الأليات التي أشرت إليها سواء الجامعة العربية والمتحدة الأفريقية وهذا المجلس يمكن أن نصل إلى تحقيق أهداف منشودة على النحو الذي يجعل من المنطقة المتكاملة العربية والأفريقية قطب جديد في إطار نظام دولي متعدد الأخطاء صحيح أنا بشكرك جدا 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 سيد سفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية قبل الفاصل لو هذا الحلم الكبير حصل بتعاون حقيقي وغير مسبوق ما بين الدول العربية وما بين الدول الأفريقية هتتخطى أزمة الغذاء اللي ممكن نكون الكل يعاني منها بسبب الحرب هتتخطى أزمة المواد الخام والموارد التطبيعية هتتخطى أزمة القوى العاملة هتتخطى أزمة التكنولوجيا هتتخطى أزمة العقول هتتخطى أزمة الاستثمارات أنت بتتكلم على المنطقة الزهبية في العالم كل القصة أنه كل اللي مطلوب منك أنك تفكر هو العالم بتاع أوروبا ده ليه جي في القرن الثمنتاشر والتسعتاشر خد قرار أنه يحتل المنطقة دي بالذات ويحاول أن يفرغها عن بكرة أبيها قدر إمكاناته المتاحة يعني لحد كمان الحرب العالمية التانية يفرغها من إمكانياتها الطبيعية مواردها ويحاول يفرغ شعوبها من ثقتهم بأنفسهم أنه عاوز طول الوقت يفضل يستغلك طب دلوقتي إحنا جت لنا فرصة دهب فرصة دهب عالم محتاجك عالم رجع تاني للقرن التسعتاشر يدور محطته بالفحم عالم متصارع متناحر حلو كده وانت في حالة تانية خالص انت في حالة للأسف عانت من مراحل كبيرة جدا للفوضى ذهبت إلى استقرار الاستقرار أفضل منه تذهب بحالة من الأحوال إلى استقرار كامل فضله أنك تعمل تنمية شملة في المنطقة من المحيط من المحيط الأطلنطي في أقصى الغرب إلى الخليج في أقصى الشرق ذهابا إلى المحيط الأطلنطي في أقصى الجنوب الجنوب الأفريقي الحتة دي لو وقفت مع بعضها ولا أمريكا ولا أوروبا ولا الجنة الأزرق فاصل ونكمل الكلام أهلاً 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 زيكم بصوا بقى دلوقتي يجي المعات بتاعي الجزء المحبب بتاعي لو فيه بقى إيه بضطر روح شغال بتاعها دي كده عشان زمالي بيقوا نسيانها في ودني يا شغالة أرجعها تانية عشان قفلوها ماشي شكراً يا زيم الجزء المحبب بتاعي هو إن إحنا نبدأ نكلم بقى إيه في التقارير أو العروض المعلوماتية إحنا زي ما إنتوا عارفين المركز الإعلامي المجلس الوزراء الحقيقة دائماً ما يكرمنا كده ويدلعنا بتقارير من وقت للتاني نغار عبدالله تقارير أنا عايزه فعلاً صفحة صفحة لأنهما السبع صفحات دول كلهم مهمية فمش هنفوت منهم ولا واحدة متعلقين بإيه المرة دي متعلقين بإزاي مصر في إطار الجمهورية الجديدة تصبح جزء من خريطة سوق وصناعة الأدوية على مستوى العالم العالم طيب إزاي؟ تعالوا نبدأ العرض بتاعنا واحدة واحدة كده وتاتا تاتا وعلى مهلنا شوف يا سيدي الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي مصر تقضع نفسها على خريطة سوق الأدوية العالمي هتيجي انت تقول لي يا يوسف مش عارف مين اللي قال الكلام ده هقولك لأ بقى ده انت هتروح على هتلاقي المونيتر بتقولك كده هتلاقي بلونبرج بتقولك كده هتلاقي بتقولك كده وهوريها لك يعني هوريها لك الكلام بتاع الناس دول تعالوا نشوف كده مصر من أوائل دول العالم اللي بتصنع عقار اللي هو مولنو بيرافير المعالج لفيروس كورونا محليا ده كابسولات كويس يمكن الصورة هتبقى حتى قدام حضرتك يعني مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط حلو؟ اللي قامت بإصدار رخصة التسجيل الطارق لعقار مولنو بيرافير ده المعالج لفيروس كورونا محليا ماشي كده؟ طيب أنتجنا منه قد ايه؟ أنتجنا منه لحد دلوقتي 240 ألف عبوة عندي مواد خام تمكنني من إنتاج المزيد قد ايه المزيد ده؟ 450 ألف عبوة طيب هو عبارة عن ايه؟ ماشي هقولك كلامي يعني الأثر الإكلينيكي وبتاع هي كلام سهل يعني كلام في منطقة البساطة سأشديد السلاسة الكلام اللي أنا وإنت نقدر نفهمه يعني طيب ده علاج عن طريق التناول بالفم كابسولات أدي كل القصة طيب يروح لمين؟ يروح للكبار للبالغين بس مش أي حد جالوا الكورونا أو يعني عنده كورونا ياخد هذا العقار أو هذا الدواء لكن اللي معرض بعد الشر عن الجميع للخطر البالغ فيبدأ ياخد هذا العقار وطبعا لازم تحت إشراف الطبيب يعني ما تفتكرش أنك تروح لصيد الله تاخده وتروح المسألة مش كده لانت لازم تروح للمستشفى مستشفى يالي بتصرفه لك وتحفى إشراف الدكتور وما إلى ذلك طيب وزي ما كنت بقول لكم إحنا في 24 يناير الماضي 20-22 أصدرنا رخصة الاستخدام الطارق لهذا العقار طيب والعقار ده يختلف إيه يعني هقولك هو قبل كده ما كانش فيه عقار لا قبل كده كان عندنا لقاحات أمصال ده بقى دواء طيب الدواء ده بيقلل من خطر الوفاء ولهذا استخدامه خاص بالبالغين المعرضين لخطر بالغ ماشي وطبعا ده يعني علشان حد يحصل على هذا العقار بيكون وصل لمرحلة أنه لازم يبقى حالة مستشفى لازم يتنقل للمستشفى وبالتالي المستشفى هي اللي بتصرف لحضرتك هذا الدواء وتخضع للإشراف يتم تدوله داخل المستشفيات فقط علشان نضمن مية في المية إن الاستخدام تحت الإشراف الطبي يعني من الآخر يا جماعة هو ما فيش حد هيروح الصيدالي يقوله أنا عاوز الدواء الجديد بتاع الكورونا الصيدالي هيقوله تفضل هو مش عند الصيدالي بعد الشارع عن الجميع اللي يجيله كورونا وتعب جدا لدرجة أنه بيبقى حالة مستشفى بيتنقى المستشفى ده بيروح وهو في المستشفى الدكتور اللي هيقرر ياخد الدواء ده وإلا ما ياخدوش وإذا خده هياخده تحت الإشراف الطبي الكامل بالنسبة 100% الموضوع ما فيهوش هزار طيب كويس إن احنا بننتجه هنا بالمناسبة وإلا طبعا كنا بقينا محتسين طيب ده بيجي في إطار إيه هل ده بس بيجي في إطار التصنيع وفي إطار إنساني أهم هو الحفاظ على حياة المصريين قدر الاستطاع الاستطاع هنا مش بس إرادتنا ونيتنا كدولة كجمهورية جديدة كمصر لا هنا كمان فيه إطار الإمكانيات العلمية المتاح الفلوس دايما تتحل لكن أهم حاجة الإمكانيات العلمية المتاح هكمل معاك ونشوف هو بيعالج فيروس كورونا عن طريق أربع كابسولات كل 12 ساعة لمدة خمس أيام فيه أكتر من 14 شركة في مصر يا سيدي الكريم حصلوا على رخصة الاستخدام الطارئ ادخل باللي بعد اللي بعده عشان خطر اللي بعده أيوة توطين صناعة الدواء بتؤدي إلى إيه؟ بتؤدي إلى حاجتين مهمين جدا واحدة منهم هي النتيجة اللي قد تكون شبه سريع شبه سريع هي تقليل الفاتورة الاسترادية حلو؟ وده شيء مهم ونتيجة منهم أكثر أهمية هي أنه أنت لما بتصنع الدواء هنا إيه اللي بيحصل؟ صنع الدواء هنا؟ يعني أنا بكسب خبرة جديدة يعني أنا بدعم البحث العلمي يعني أنا بزود من حجم العلماء اللي بيشتغلوا لي على صناعة الدواء مش بس إيد عاملة لا العقول اللي تشتغل على صناعة هذا الدواء والأبحاث واللي تطور الدواء ده أو اللي تعمل دواء جديد أو تخترع أدوية جديدة أو تشتغل على بعد الشر عن الجميع لا قدر الله أمراض أخرى يتم اختراع وابتكار أدوية جديدة لها وما إلى ذلك فدي الأهداف طيب تعالي نشوف بقى مثلا وإحنا بنشتغل هي القصة بس بالعقار الجديدة اللي بيعالج كورونا طبعا احنا قبل كده عندنا ملحمة عظيمة اسمها ملحمة سوفالدي نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء قد ايه أكتر من 75% بالقيم المالية وأكتر من 90% من حيث عدد الوحدات توطين صناعة دواء فيروس سي سوفالدي الشهير 50 دولار سعر الكورس بتاع الدواء للفرد محليا طب هو الفرد برة بيتكلف قد ايه يعني لما انا اجي اقول 50 دولار فانعارف دايما انا في حد هيجي يقوللي 50 دولار يا يوسف ادرب مش عارف 18-19 يا عم يا عشرين هتيجي تقوللي 1000 جنيه هو برة 10,000 دولار يعني حوالي 200,000 جنيه 190 إلا لا استنقى 190 ألا يعني حوالي 180,870 جنيه تقريبا حاجة ده ده برة هنا كتيره كتيره 50 دولار ده يعني كتيره يبقى حوالي 1000 و 9 اسمه ايه ده 1000 جنيه تقريبا او اقل قليل 900 جنيه تقريبا طيب السوفالدي السوفالدي وطنة في مصر بالنسبة قد ايه 100% كويس تعال نشوف بقى بالنسبة تقوللي غير السوفالدي يقولك تعال نشوف المضادات الحيوية الحديثة وطنت صناعتها في مصر ولا لأ ايوة فاندم وطنت وطنت بالنسبة قد ايه 79% توطين للمضادات الحيوية الحديثة حوالي 70 مليار دولار وفر تم تحقيقه نتيجة تقليل فطورة الاستيراد لانك صنعت 70 مليار دولار بتوفرها كل سنة من فطورة استيراد الدواء لان حضرتك صنعت ايوة حضرتك انت ما هو اللي بيصنع ده مين سيادتك كويس تعال نشوف توطين صناعة علاج فيروس الكورونا توطين صناعة كافة المستحضرات وبرتوكول العلاج بتاع فيروس كورونا وما الى ذلك قدرنا نوفر اكتر من 2 مليار دولار نتيجة تقليل الاستيراد علشان بنصنع الدواء عندنا توطين صناعة اطرات العيون على سبيل المثال للحصر انا نسبة التوطين بتاعت صناعة الاطرة بتاعت العينين قد ايه 95.5% نسبة التوطين بتاعته كويس طيب 50 مليون دولار توفير نتيجة تقليل الفاتورة الاستيرادية يعني تخيل كده لما انت تيجي على المضادات الحيوية والاطرة 70 مليار و50 مليون مليار ولا مليون السبعين بتوع المضادات الحيوية استنى كده عشان بقاش بقاش بقول لا من اسف 70 مليون ايه 70 مليار دي بتبقى كتير قوي 70 مليون دولار في المضادات الحيوية و50 مليون دولار في الاطرات يعني بتكلم تقريبا في حوالي 120 مليون دولار تم توفيرهم لان انا صنعت ايه اللي بعده خد بالك ده كل ده التوفير المباشر لانه قدامها ان انت خلقت فرص عمل يعني انا بكلمك هنا على 120 مليون دولار كنا بنطلعهم كل سنة نشتري بيهم انتيبيوتك ونشتري بيهم اطرة فاحنا كده وفرناهم يروحوا فين يروحوا لحضرتك يروحوا لحضرتك في اطار ايه والله يروحوا لحضرتك في المستشفى نعمل مستشفيات نعمل مستوصفات نعمل مراكز علاجية نعمل مراكز طب الاسرة نشغل دكاترة اكتر نطور مستشفياتنا اكتر الى اخيره يعني هي تذهب مرة تانية للقطاع الصحي برضه اقو هتفتكد احنا هنروح نشتيلك بيها زيت وسكر خالص كل حاجة بتتعامل في بلدنا بالترتيب بمنتهى الدقة بمنتهى النظام بتاع زمان ده خلاص جاو بتاع زمان ده خلاص طيب وصادها النحية التانية مش بس المائة وعشرين مليون دولار انت وفرتهم انت فتحت مصانع يعني شغلت ناس يعني خلقت دورة رأس مال يعني خليت كمان مستثمر يشتغل ويصنع ويدفع لك الضريبة نهيك عن زي ما كنت بقولك القيمة المضافة الكبرى تشجيع البحث العلمي تعال نشوف مصر بتجهز بنيتها التحتية ازاي عشان يبقى فيه عندك صناعة دواء كبيرة عملاقة نسبة زيادة المصانع في مصر بتاعة تصنيع الأدوية لللي بيسأل بس واحنا يا جماعة ما بنعملش مصانع ولا ايه انا جايلك على قطاع صناعة الدواء بس من 2015 لـ 2022 130 مصنع كانوا في 2015 بقوا 170 مصنع في 2022 مصانع دواء ودي مصانع تكلفتها ضخمة جدا 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 طيب نسبة الزيادة هنا بقى قد ايه تقريبا 31% زادوا في السبع سنين دول 30% زيادة في حجم وعدد المصانع اللي تعملت في مصر تحديدا في قطاع صناعة الدواء طيب تعال نشوف خطوط الانتاج بقى بتاعة الأدوية هل زادت ولا ما زادتش طب ولو زادت زادت بنسبة قد ايه زادت بنسبة 40% ده برضو من 15 لـ 22 كان الاول عندي 500 خط انتاج بقوا 700 خط انتاج حلو بعمل او بدأت بالفعل في عمل مدينة الدواء بتاعة مصر اللي هي جيبتو فارما علشان يحصل ايه هل علشان بس يبقى عندي فيه مصانع تغطي الاحتياج المحلي لا يا فندم انا بعمل مدينة الدواء عشان تبقى مدينة اقليمية لصناعة الدواء علشان زي ما انت بالفعل وبالواقع وزون حضراتكم بقى بتقروا جرائد وبتطلوا على الموقع الالكترونية وبتشوفوا كل النيوز بار اللي موجود الشريب بتاع الاخبار اللطيف ده اللي بقى موجود على كل القنوات مصر اصبحت مركز حقيقي لتصدير الطاقة سواء اذا كان في منطقتنا العربية والشرق الاوسط او الى اوروبا اللي اتفاقيات اتوقعت بتصدق اه بتصدر يعني لما يجي حد يقولك ايه عادتوا تقولوا ان يا جماعة احنا بنعمل كذا وكذا وكذا يبقى فيه عندنا فائد من الطاقة والفائد ده فين بنصدروا يا ابني مال احنا عايشين من ايه يا انهار ابيض بنصدروا هما اللي انت فاكر موالد الدولة عبارة عن ايه هو انت فاكر ان اللي بيحصل في مصر ده كله بالمناسبة يعني عشان بس تبقى فاهم انت فاكر ان اللي حصل في مصر ده كله جاي من شوية جمارك وضرايب او على اقول بعضهم اصل كل الكلام ده جالنا من القروض مولانا مصر صرفة تمانية مئتريليون لحد دلوقتي الشاطر يقول لي هي مصر عليها دي يوم بقى ده ايه كتير هما كتير عايزين نقلل هنقلل نقلل خدمة الدين هنقلل خدمة الدين بنشتغل على كده طبعا بنشتغل على كده كلنا بنشتغل على كده انا وانت بنشتغل على كده انا وانت بنشتغل على كده انا وانت بنشتغل على كده طول ما احنا بنشوفش غلنا مظبوط تبقى انت بتشتغل على كده لكن هو أنت فاكر أن مصر سلفة 8 رليون ولا 6 ولا 5 ولا 4 حتى لا طبعا خالص أنت بتشتغل وبتصدق طب أنا محتاج أصدر أكتر طبعا أمال ليه الرئيس كان بيوجه الحكومة بأنه إحنا عاوزين نوصل خلال 3 سنين لقيمة صدرات تتخطى 100 مليار ليه عشان عندي خطة عشان عندي رؤية علشان أنا عندي أهداف لازم حققها فده اللي إحنا بنشتغل عليه في حاجة زي من ضمن الروافد اللي إحنا بنشتغل عليها مدينة الدواء جيبتو فارما مركز إقليم لصناعة الدواء على أرض مصر بطبيعة الحال عندي 40 مستحضر بتنتجهم المدينة بالفعل وأنا وإنت بنتكلم إجمالي المستحضرات المسجلة واللي تحت التسجيل 120 مستحضر منتج دوائي يبقى موجود طيب أنا عندي في جيبتو فارما دي عندي تقريبا حوالي 300 مليون عبوة سنويا طاقة المدينة الإنتاجية دلوقتي مش السنة الجاية طيب أنا عايز أصدر من ده أدئي عايز أصدر تقريبا من 15 ل20% من حجم الإنتاج بتاعي ده أنا عاوز أصدره برا مصر طيب إيه الهدف بتاعي واحد أنا عايز أمكن المواطن المصري من أنه يحصل على علاج دوائي بأعلى جودة وبأقل سعر ممكن اللي احنا بنسميه أقولك السعر المناسب الدواء في أنه خلص ليه تكلفة يعني أنا زي سوفالدي على السبيل مثال زي كنت بقولك الكورس كان أو الكورس مش كان هو لازال بعشر تلاف دولار في العالم أنت خليه توق بخمسين دولار عندك مش بس كده أنت كمان ساعدت إخواتك في إفريقيا لأجل ذلك ولا إيه طيب تعال كده نشوف تحقيق الأمن الدوائي وتجنيب المريض المصري الممارسة الاحتكارية لأنه في أوقات كنت تلاقي فلان الفلاني علان العلاني فتح الشركة وفتح المصنع وفتح المخزن وشركة التوزيع فعمل إيه فلان الفلاني أو الفلانيين عملوا إيه عمل المصنع حلو وعمل له شركة التوزيع وعمل له سلسلة مخازن في حاجة اسمها مخازن أدوية حلو وعمل كمان أو أصبح شريك مع مجموعة الصيدليات فإيه اللي حصل بقى هو الكل في الكل فأصبح إيه محتكر يا نهر بيض ومصر تسمح بدا في الجمهورية الجديدة لأ ما ينفعش فكان لازم يبقى فيه جيبتو فارما طيب وفي نفس الوقت مركزي الإقليمي اللي أنا عامله ده اللي هو جيبتو فارما اللي هو مش مجرد مصنع ولا اتنين ولا عشرة ولا ألف لا هو كمان أنا بقول للشركات العالمية تعالى استثمر عندي هنا في مجال صناعة الدواء والبحث الدوائي ومن ثم وانا بشتغل أبدأ أفتح الأسواق التصديرية بتاعتي اللي هي فين إن أنا أفتح في إفريقيا وأفتح في الشرق الأوسط هل في يوم من الأيام هيبقى فيه عندي بحث علمي عظيم كبير مهم يؤدي إلى أن مصر تصبح حية مخترعة مبتكر للأدوية ومن ثم تصدرها إلى كافة أرجاء المعمورة أيوها يحصل قول فصل أيوها يحصل غير يا عب عظيم أيوها يحصل أنا بقولك ده معلومة أيوها يحصل مش تكاهن يعني إيه ده آه شوف بقى طيب إحنا كنا بنتكلم على البنية التحتية الضخمة اللي بتعملها مصر لأجل التصنيع الدوائي إحنا بنهدف لإيه بنهدف لإنتاج تمن لقاحات رئيسية من خلال الاتفاقات بتاعت نقل تكنولوجيا التصنيع يعني إيه نقل تكنولوجيا التصنيع أنا بيستخد المادة الفعالة لا 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 أنا عايز التكنولوجيا على بعضها أنا بعمل كده مثلا مع شركة سيرم الهندي وهي واحدة من أكبر مصنعين اللقاحات على مستوى العالم وما بينها وما بين الشركة القبضة للمستحضرات بتاعتنا كويس طيب فاكسيرا هو المقر الرئيسي لشركة فاكسيرا بالعجوزة على مساحة 61 ألف متر مربع جدية الله رحمة كتسفن هناك جنب فاكسيرا على طول ونبنسميها المصل واللقاح كلون كده المصل واللقاح عنوان كون فيه ورا المصل واللقاح على طول حضرتك مهم يا ينتج المجمع ده بتاعنا لقاحات كويس لقاحات بقى اللي هي الأمراض اللي بتيجي بسبب الكلاب الثعابين العقارب الحيات أيضا التيتانوس اللي بيجي بسبب الجروح بقى اللي بتتلوسوا حاجات زي كده كمان بنمتلك مصنع لإنتاج الإنسولين البشري عشان محدش مرضو يعد لعب لك في دماغك على فيسبوك وتويتر الإنسولين البشري كمان بيضم هذا المجمع مصنع لإنتاج لقاحات الكورونا بتاقة إنتاجية مئة مليون جرعة سنويا مين فيكو؟ طلب التطعيم وملقهوش يا راجل ده وزارة الصحة بتزن عن الناس يا راجل تعالى الطعم أنا منافزي موجودة في كل حتة في المولات في متر الأنفاء بنخبط على اللي بواب وحدات متنقلة في المركز الصحية عايز إحنا عنينا ده إحنا اللي بنزن عليك فاكرين زمان إنه أين اللقاحات مصر لأنت استطيع توفير اللقاحات أنا عندي فائض ماشي ألا أستنى طيب أنا عظيمة سريع قوي طيب شوف يا سيدي عندي كمان 30 مليون جرعة اللقاح تم إنتاجها حتى ديسمبر 2031 أنا اللي أنتاجت ده مش اللي جالي هدية أو اللي جالي شرة أنا اللي أنتاجت 30 مليون دول كويس طيب مصنع اللقاحات البيطرية لإنتاج لقاح أمفلوانزة الطيور وسبع لقاحات تانية بتاقة إنتاجية 400 مليون جرعة سنويا طيب ليه ليه لأن أنا قاعد عمال بشتغل على تنمية الصروة الحيوانية والداجينية بتاعتي مش أنا عندي اكتفاء ذاتي من الدواجن يبقى لازم لي اللقاحات بتاعته وأنا هنتج وبعد كده أروح أستورد لقاحات ولا إيه منفعش طيب أنا مثلا لما كنا بنتابع مع الرئيس نغطي مع الرئيقة يعني نغطي الافتتاح بتاع رئيس مثلا المشروع بتاع مدينة السادات هو ده مشروع أصله إيه أصله أن أنا عايز أخلق صروة حيوانية حقيقية في يوم الأيام أقدر أبقى عندي اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء في مصر وأقدر منتجات الألبان مظبوط الكلام طيب أعمل إيه يعني أستنى اللقاحات تجي لي برضو من بره لا أنتج عندي أهو طيب تعال نشوف كمان عندي 300 مليون جرعة سنويا هي تقطي الإنتاجية لخط تعبئة اللقاحات البشرية فهو التصنيع والتعبئة أيضا كل ده أنا بكلمك على فاكسيرا ده اللي بقى اللي في أكتوبر بالمناسبة المجمع الجديد زمان بتاع العجوزة ده اللي هو 61 ألف متر التاني بتاع 6 أكتوبر 62 ألف متر عندي بقى معامل للرقابة أنا عايز أتابع الجودة فأنا عايز رقابة على الإنتاج بيتضمن بقى المجمع التمن معامل دول مزودين بأحدث الأجهزة اللي بتقيس جودة المنتج في مراحل المختلفة كويس عندي 150 مليون جرعة هي الساعة التخزينية بتاعتي في المخازن بتاعتي للنقاحات وتم توقيع اتفاقية لإنشاء هذه المجمعات اللي مجهزة طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية للتخزين الجيد زائد مصنع سرنجات ذاتية التلف طيب علي نشوف اللي بعده مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية أنا عندي ست مخازن استراتيجية للدواء بنستهدف إنشاءها لتغطية الجمهورية لازم يبقى في عندي الاحتياطي بتاعي وأنا يعني أسيب نفسي كده للموجات العالمية أديك شايف اللي بيحصل في الدنيا مفيش أي شيء في الدنيا مضمون على الإطلاق خالص خالص مين فينا كان يصدق إنه يحصل حاجة زي كورونا مين فينا كان يصدق إنه يحصل حاجة زي الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا مين فينا ممكن يصدق إنه في حاجة تانية ممكن تجرى يعني الآن العالم كله يقعد يقولك يا جماعة وإحنا إيه نهاية العالم دي ولا إيه فلازم طول الوقت تفضل عمل حسابك مصر من 2014 حتى هذه اللحظة هي فعلا بتشتغل بالطريقة دي لازم أبقى عمل حسابي لأن أنا أسألك سؤال حتى قد يكون بعيدا شويتين عن الدواء مسألة هو إحنا عملنا الصوامع ومخزن الغلال والأبحي ليه هو كان فيه كورونا وقتها؟ لا كان فيه حرب وقتها؟ لا طب بتزود الرقعة الزراعية بتاعتك من وقتها ليه؟ هو كان فيه كورونا؟ برضو لا كان فيه حرب برضو لا الله طب هو أنت اشتغلت بس كده على المخزن هو أنت ليه عملت مجمعات بتاعت تسليل الغاز؟ وليه روح تتنقب عن الغاز بشرق المتوسط؟ وليه عادت تبني فيه محطات لتوليد الكهرباء؟ هو أنت كنت عارف إنه فيه حرب ولا إيه؟ كانش حد عارف إنه فيه حرب لكن كان فيه حد عارف إن مصر ماينفعش تبقى قاعدة مكتوفة اليد وتصبح نهبا للمتغيرات العالمية اللي بتحصل من وقت للتاني واللي هتفضل طول الوقت تجرى مصر مش هتتركع تاني يعني القصة بتاعت إنه يحصل لنا ضغوطات عالمية هندلكو طاقة مش هندلكو أمح مش هندلكو دوامش هندلكو انسى بقى دي قصة خلصت ده بالعكس بالعكس والله العظيم بالعكس مصر عموما ما بتحبيش تلوي دراع حد بس اللي بيحصل في مصر يخليها وإن أرادت لتلوي دراع التخين بس مصر مش كده يعني وين؟ طيب أربعة مليار جنيه ده تكلفة المشروع بتاع المخازن الاستراتيجي مية وتسعين ألف بالتة هي الساعة التخزينية للمشروع هتقول لي يعني إيه بالتة؟ قولك معرفش اللي يعني واضح إنها يعني شكل من أشكال القياسات المتعرفة عليها طيب إيه الهدف؟ توفير المخزون الاستراتيجي من الأصلاف زي ما كنت بقولك علشان لجميع الجهات الحكومية يفضل يتروح بقى المخزون بتاعنا ده نقدر إن احنا ما بين 2 لأربع شهور أبقى ضامن ده أنا حكتي في إدية مبادرة دعم التصدير من هيئة الدواء في فبراير 21 تاريخ إطلاق هذه المبادرة طيب أنا عايز إيه؟ عايز أدعم صادراتي من الأدوية والمستحضرات الطبية عايز أرفع من معدل التنفسية بتاعي أمام المنتجات اللي موجودة في العالم تعال نشوف تجارة الدواء عاملة إزاي 28.7 هي نسبة زيادة صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية من 2016 ل2021 زبنا بهذا المقدار لما حد ييجي يقولك عملته إيه يعني في مصر من ساعة 36 يا ترى هل ترى الرئيس المصري عامل إيه؟ يقوله ييجي يقولك الجملة دي صلعها إيه؟ جملة بالنسبة لي قراءة كالسيسي عامل إيه؟ السيسي عامل الثمانية وعشرين في المائة وسبعة من عشرة زيادة حجم الصادرات بتاعة المنتجات الدوائية في مصر لأنني هنا بكلمك على الدواء بس السيسي خلى السوفالدي للمصريين بخمسين دولار بدل ما هو بعشر تلاف دولار وأنا قلتها مرة واثنين وتلاتة ومستعدة أقولها ألف مرة دا دا لو الإنجاز الوحيد لرئيس الجمهورية لابوس راسه ألف مرة أنت عارف يعني إيه؟ بلد كانت أكباد ولادها بتئني وماتي أتمنى أنه ما يكونش حد في حضراتكم اللي سمعينها في اللحظة دي يكون عنده أب أم أخ أخت قريب حسيب نسيب عانى من فيروسي عشان أنت ما تعرفش الفيروس دا كان عامل إيه؟ في المصريين فعارف يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يسبب الأسباب فيجيب لك رئيس يعقد النية والعزم إنه إحنا هنعالج المصريين يعني هنعالج المصريين يا رجل دا أول مبادراته كانت 200 مليون صحة إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ طيب تروح على 143.10% نسبة حجم المبيعات السوق الدوائي المصري تعالى نروح بسرعة على 6 و 7 عشان عندي خبر مهم جدا عايز أتكلم عليه جدا يعني عجيبني جدا دا اللي كنت بقولولك في الأول Monitor, New York Times, Bloomberg, Future Solutions منظمة الصحة العالمية بيقولوا إيه على تطوير صناعة الدواء في مصر التزام مصر المتزايد بالرعاية الصحية سيعود بالفائدة على توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة واعتماد شراكات استراتيجية جديدة على المستوى الدولي بقطاع الصحة وزيادة الاستثمارات بصناعة الدواء The Future Solutions وبيكملوا وبيقولوا بدعم من تمويل الدولة المصرية الإضافية والاستثمارات الأجنبية وشراكات التعاون الدولي نتوقع أن تستفيد مصر بصورة متزايدة من موقعها كمركز طبي إقليمي كما نتوقع أن يزداد عدد اتفاقات التجارة التنائية والشراكات الاستراتيجية خلال 2022 شوف المونيتر بتقول إيه؟ بتقول مصر تنشئ أكبر مصنع للقاحات لفايروس كورونا في الشرق الأوسط حيث تستعد الافتتاح مجمع مصانع فاكسيرا بهدف إنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية نيويورك تايمز كثفت الدولة نيويورك تايمز على كل صباحية لازم يهجم مصر ولازم يهجم الرئيس ولازم يهجم تلاتين ستة كثفت الدولة المصرية جهدها لتشجيع المواطنين للحصول على اللقاح كورونا من خلال العديد من الطرق كما نظمت حملات تطعيم للموظفين وطلاب الجامعات وبدأت في إنتاج اللقاح محليا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاح والتصدير إلى الدول الإفريقية الأخرى بلومبرج بيقوله تستعد مصر لتصدير لقاحات كورونا محلية الصنع إلى الدول الإفريقية وتتطلع لأن تصبح مركزا لتصدير اللقاحات داخل القرى منظمة الصحة العالمية المنظمة لشغلتها كل الكلام ده بتقول أظهرت جائحة كورونا عدم الإنصاف الكبير في توزيع اللقاحات ولذلك تم إنشاء مركز نقل تكنولوجيا اللقاحات بجنوب إفريقيا لتحسين إطاحة اللقاحات للجميع وقد تقدمت مصر لتصبح واحدة من الدول المستفيدة من هذا المركز نهنق مصر ده الكلام لمنظمة الصحة نهنق مصر على اختيارها واحدة من أول ست دول تتلقى تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية رم المرسال ولا مش عارف مش فيها مصطلح معرفوش بس مش دين نسألة يعني وتتطلع منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة العمل معها لدعم درها الحيوي في تعزيز الأمن الصحي والإنصاف للجميع غير بسرعة عظيمة هواء أيواء مصر هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط اللي بتحصل على الاعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات ده يؤهلك إلى إيه إنك مصر تعتمد لتكون واحدة من الدول المرجعية اللي بيمكن الاعتماد عليها في العمل الرقابي الدوائي العالمي يؤهلك لمجموعة من المكتسبات النتجة من هذا الاعتماد مصر تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في سوق الدواء ده يؤهلك إلى إنه مصر تقدر تفتح أسواق التصدير للمستحضرات الطبية المصرية وخاصة اللقاحات في الأسواق العالمية طيب هيئة الدواء المصرية وصلت لمستوى النتج الثالث تبقى لWHOGBT Maturity Level 3 هما اللي بيقولوا معدل النتج الثالث أو مستوى النتج الثالث لتنظيم اللقاحات المنتجة محليا ومستوردة بكده مصر هتبقى هيئة أو بكده تكون هيئة الدواء مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات التنظيمية طيب ده كمان إنه بيتم إجراء التقييم من قبل منظمة الصحة العالمية الدولية خلال شهر نوفمبر 21 ومارس 22 كل دي تعليقات منظمة الصحة تم التأكيد على إنه هيئة الدواء المصرية بتحقق أداء جيد مقارنة بمعظم المؤشرات الواردة في تقييم المنظمة يعني معظم المؤشرات الواردة في تقييم المنظمة مصر بتحصل على مؤشرات عالية بالمقارنة بالناس التانية ده قالك الغالبية من المؤشرات الظهر على الناس التانية مش قد كده يستند التقييم إلى مجموعة من أكتر من 260 مؤشر بتغطي كافة الإجراءات الرقابية بدءا من التسجيل مرورا بالاختبارات اللازمة مرأبة السوق القدرة على الكشف على أي ممارسة خاطئة ده كلام منظمة الصحة على اللي بيحصل في صناعة الدواء عندنا هنا في مصر عرفت السيسي عمل إيه ولا لسه؟ هتعرف كتير لو إنت لسه مش شايف لا مش هقولك كلمة بايخة خالص هقولك شغلتي إن أنا أقولك إزاي نشوف ونعرف مع بعض ده جزء من شغلتي أنا وإنت محناش ضد بعض أبدا بالعكس إحنا كلنا 104 مليون واحد مش 104 مليون واحد يعني 104 مليون شخص إحنا 104 مليون بس إحنا كلنا واحد شغلتنا بقى إن إحنا نساعد بعضنا مش شغلتنا إن إحنا هنقعد نترصد لبعض ولا شغلتي أهاجمك ولا شغلتك إنك إنت هتقولي أصلا أنت بتقول كلام فاضي أنا شغلتي أقولك أعرفك أفهمك شغلة حضرتك تتأكد إن أنا بقول الحقيقة أستأزنك اتأكد إن أنا بقول الحقيقة أرجوك تأكد إن أنا بقول الحقيقة وصححني يا سيلي لو أنا غلطان تعالوا نروح للخبر اللي كنت بقولكه عليه إن هو عجبني تنسيقية شباب الأحزاب والساسين عملوا صالون ثقافي حواري بعنوان فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري حضر وزير الزراعة معالي الوزير السيد القصير لهذا الصالون الحواري خلال هذا الصالون أو صالون الثقافي والحواري أكد وزير الزراعة على إيه أكد على إنه الرقابة الشعبية ده واحد والوعي هم مسألة مهمة جدا في ضبط الأسعار جدا وبدأت الدول بكل مؤسستها في إنها تتدخل لدعم منظومة السلع والمعارض أو الدولة عندنا يعني والمعارض وما إلا زلك وزاي من أنتم عارفين عندنا بقى المبادرات بتاعتنا كلنا واحد وعندنا منظومة أمان وعندنا منظومة وطنية وعندنا منظومة وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية والشركة القبضة الكل شغال طيب بيكمل وزير الزراعة كلامه وإنه وبالتالي كان فيه ضخ كبير للسلع في المعارض والجهات اللي موجودة في الدولة وقال ده أحدث نوع من الزخم وقدى إلى توفر السلع في الأسواق وده فعلا يا جماعة هو حضرتك النهاردة تخش عند أي بقال سوبر ماركت جزار سماك فرارجي بتلاقي حاجة نقصة لا هتقولي أصلا الحاجات غالية هقولها غالية سيغالية شوية ولا غالية كتير ولا غالية نار هي بين الشوية والكتير بسي ما هياش نار عشان إحنا لو قرننا وأنا آسف أن أنا مضطر أقارك أنت لو قرنت نفسك بمين بانجلترا بمين بألمانيا بمين بفرنسا بمين بأسبانيا بمين بأمريكا هتجد أن معدل الزيادة السعرية المعدل نسبة الزيادة السعرية اللي حصلت عندك أقل كتير قوي 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 من اللي حصلت عندهم يا جماعة على الأسعار بره اتضربت فاربعة وخمسة عندنا لأ خالص يعني شوف إيه اللي عجبني في ده اللي عجبني في الخبر عشان تسألني تقولي إيه كان إيه اللي عجبك في الخبر هقولك اللي عجبني في الخبر إنه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أهمت بدور حلو يعني اللقطة الحلوة اللي هي إيه؟ التوعية الحوار المناقشة الزملاء في التنسيق وإنه شايف زمالنا وصدقنا عزيز عبدالصمت كان قاعدة فالزملاء أداروا الحوار مع وزير الزراعة بيسألوا وبيستفهموا وعاوزين يعرفوا مش وزير الزراعة بيقولنا تصريح أو بيان بيناقشوه عشان الناس تعرف عشان الناس تفهم إيه اللي بيحصل في مصر أيوة حصل ضخ حقيقي وده من ضمن المخرجات بتاعت هذا الحوار اللطيف اللي حصل ده الدور التوعوي يعني خلي بالك التنسيقية بتعمل حاجة لطيفة جدا احنا بتتكلم على حاجة اسمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طيب هو الكلام عن الأمن الغذاء السياسة طبعا طبعا احنا هنا بنتكلم على حاجة بتهم المواطن كل ما يهم المواطن هو سياسة السياسة ما هي إلا البكاليريوس بتاع حكم الشعوب كويس فن الممكن في مصطلحات أخرى أكثر كلاسيكية هي بمنتهى البساطة ساسة ياسوس ساسة أي حكمة وأدار طيب هحكم وأدير من غير الأكل والشرب والطاقة من غير المواصلات والسكن من غير الرواتب والمهيات والمعاشات كل ده سياسة إنت بتصحى الصبح لحد ما بتنام سياسة عايز تضحك ده وإنت نايم سياسة إزاي عم يوسف لو إنت نايم شايل الهم تبقى سياسة لو إنت نايم ومستريح هي برضو سياسة نمت مستريح سياسة نجحة نمت شايل الهم يبقى لسه محتاجين إن إحنا ننجح أكتر من كده فهمتاني بقى عموماً كنا بنكلم عن السلع آه وكان بيكلم كمان معادي الوزير ساد القصير في هذا الحوار وفي هذه الندوة إلى ضرورة إن المواطن ودي مهمة بقى أول إن المواطن يكون على دراية بأنه إذا أعلنت الدولة عن مبادرة يبقى معناها الدولة تقدر أضاف معادي الوزير ساد القصير إن الإجراءات اللي خدها في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستصلاح الأراضي الزراعية كانت مهمة جداً لتحقيق الأمن الغزائي مش كنت لسه بقول لكم كده والله كان قبل ما يجيلي الخبر خبر ده لسه جايلي طازة يعني طازة طازة طيب وأشار إلى أن مسألة التعدي على الأراضي الزراعية هي مسؤولية المجتمع مش الدولة بس إنت لازم تبقى فهم إنه التعدي ده كارسة أنت من الآخر كده كأنك جبت أكل ورميته في الشارع ده بمنتهى البساطة بمنتهى التبسيط غير المخل الأرض الزراعية بتنتج إيه؟ بتنتج أكل حضرتك تعدت عليها تبقى جبت الأكل ورميته في الشارع أوضح وزير الزراعة إنه إحنا عندنا اكتفاء ذاتي بالفعل في كثير من السلع منها خضروات منها فكهة منها الرز منها الألبان الدواجن البيض نذهب إلى اكتفاء ذاتي من الأسماك بإذن الله في القريب المحاصيل السكرية اللي هي قصب السكر وبنجر السكر عندنا اكتفاء تسعين في المية لكن بمنتهى الوضوح عندنا فجوة في الدورة أنا زود من عندي بقى فجوة في الدورة الصفرة بالتحديد عندنا فجوة في الأمح بنشتغل عليه عندنا فجوة في فول الصوية علشان خطر إنتاج الزيوت بنشتغل عليه دي فايدة الحوار وده اللي عجبني في هذا الخبر حقيقي الواحد لازم يشكر القائمين على زملاء أنا قاله يعني أو زملاء الأشقاء الأصدقاء زملاءنا في التنسيقية اللي قاموا على هذا الحوار زي ما بيقولي العفو شكرا لزي ما برضو حبيبي فاصل ونكمل الكلام للدولة أملاك معروفة طيب عايزين أملاك الدولة دي نعرف ندورها بالمضبوط طبعاً أنتوا عارفين أن احنا فيه عندنا إطلاق وثيقة ملكية الدولة وده اللي أعلم معناها الدكتور مصطفى مدبولي طيب وعندنا بقى حاجة تانية اسمها ميكانة إدارة أملاك الدولة وده مشروع مهم جداً طيب في الشرقية بدأ وبالتالي يتم تحقيق طفرة إيه هي بقى؟ لأن احنا بندخل كل البيانات الخاصة كويس لتقنين الأملاك بتاعة الدولة يعني كل ما هو ملك الدولة بندخله على السيستم على الأنظمة المميكانة والإلكترونية إلى آخره كويس أملاك وأصول وما إلى ذلك كل الحاجات المبوكة للدولة سواء بقى مسجلة أو غير مسجلة تيجي تقولي يعني دولك عندها حاجة غير مسجلة أقولك ما هنشغالين أهو ليه؟ لحفظ الحق العام ده اسمه مال عام فلازم نبقى فاهمين الأرض دي ملك الدولة تسجل الأرض دي تمايكان أو بالأدق المنظومة تمكن من أنه يتم مايكانة الحفظ علشان أبقى عارف كل ده في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالاستمرار في إنشاء منظومة إدارة أملاك الدولة وتكليف المحافظات والجهات المحلية باستكمال مستندات الثبوتية فيبقى عندي قاعدة بيانات واسعة جدا واضحة جدا دقيقة جدا في كل محافظة نحن معانا على التليفون دكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية أهلا وسهلا يا دكتور مساء الخير يا أستاذ يوسف على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وكل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها طيبة وخير يا أستاذ يوسف اللهم أمين يا دكتور دكتور ممدوح بدأنا نتكلم في الشرقية على مايكانة أملاك الدولة أو مايكانة وثائق أملاك الدولة بدأنا من إمتى وانتهينا إلى يا دكتور هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن فخامت السيد الرئيس مدي اهتمام للملف التحول الرقمي عموما في كل حاجة المستندات حتى الدفع الإلكتروني المرتبات كل المنظومة تتحول الإلكترونية حفاظا على أملاك الدولة وحفاظا على أي أخطاء قد تحدث فإحنا طبعا كمحافظة الحمد لله ابتدنا في التحول الرقمي بأن أكتر من فنة في التحول الملفات من ملفات ورقية إلى ملفات رقمية والحمد لله أبطم من حضرتك إحنا كمحافظة عملنا أكتر من مليون مستند لغاية دلوقتي حولناهم إلكتروني فبقى عندنا بنية تحتية جيدة جدا للتحول في جميع الملفات فبالتالي تم اختيار المحافظة الشرقية كنموذج في تحويل إدارة أملاك الدولة للميكانة أو للرقمنا لجهزية المحافظة ووجود كوادر جيدة فيها وطبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن ده حفاظا على المال العام وحفاظا على ممتلكات الدولة بأنه زي ما حضرتك عارفت الفترة اللي فاتت كان فيه تعديات على أملاك الدولة كتير جدا جدا يعني يكفي أقول الحركة المحافظة الشرقية كان فيها أكتر من 47 48 ألف حالة موجودين تعدي على أملاك الدولة الحمد لله ابتدنا دلوقتي نعمل تصالح نعمل تقنين لوضعهم والحمد لله محافظة ماشية بصورة جيدة عملنا أكتر من 10.300 عقل لغاية دلوقتي وتم تحولهم كلهم لصورة رقمية بحيث أن احنا نقدر عارفين إيه هي أملاك الدولة ونقدر ننتبهها في الريع بتاعها وفي كل الرسوم اللي مطلوبة من المنتفعين بجانب طبعا حضرتك تعارف أن فيه أصول مؤجرة ما بين مباني وشوء وأراضي الزراعية كل الحاجات دي كلها موجودة للدولة وفيه حاجات كتيرة جدا ما كناش عارفينها غير لما بتدينا نحصر فعلا يا أستاذ يوسف أراضي الزراعية ما نعرفش عنها حاجة شؤة موجودة ما بينتبهاش وبالتالي اللي قاعد فيها ما بيتفعش الريع بتاعها أو الإيجار بتاعها الأراضي الزراعية برضو عشان ما بينتبهاش دلوقتي الحمد لله الأمور بقت الصورة واضحة جدا بجانب منظومة المتغيرات المكانية اللي هي بنقدر نتابع بيها التصوير الجوي والتحول الرقمي فيها في كل التعديات اللي بتحصل على الأراضي الزراعية أو المبخالفات المباني هي المنظومة كلها مرتبطة ببعض بصورة جيدة جدا جدا وأنا بعتقد أن دي هتظبط جدا في الأداء بالنسبة لأصول وأملاك الدولة في المرحلة القاتلة طيب ده معناها دكتور أنه إحنا كده عملنا حصر كامل شامل دقيق لكل أملاك الدولة في المحافظة مظبوط؟ لا يا فندم إحنا دلوقتي خلصنا جزء كبير منه جدا وإن شاء الله نكملين حصر لأن حضرتك فيه حاجات خاصة في المحافظة وفي جهات خاصة بحاجة زي جهات الولاية يعني الأوقاف الزراعة الراي كل الجهات كلها بنحصر معهم فإحنا شغالين دلوقتي بصورة جيدة جدا حصرنا كميات جيدة جدا وإن شاء الله نكمل في نفس هذا النهج في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها أهم نقطة فيها كلها أستاذ يوسف دلوقتي إن بقى فيه منظومة بتتحرك بجد يعني فيه منظومة المنظومة دي ابتدت تتشاف بقى فيها كوادر ابتدنا نعرف وصلنا فين بقى ما فيش تعدي دلوقتي على أي أملاك من أملاك الدولة من غير ما نعرف كل الكلام دي نقاط مهمة جدا فبالتالي نقدر نجيب المتحصلات بتاعة الدولة نقدر نحافظ عليها نقدر نحط تصور لاستخدامات أراضي الدولة وحضرتك عارف إن ده ملف هام جدا السيد الرئيس ندي له أهمية جبيرة جدا في المرحلة اللي حناليا كانت إيه أبرز التعديات يا فندم طبعا حضرتك عارف إن التعديات على الأراضي الزراعية كانت كبيرة جدا وطبعا التعديات على أنت عارف حضرتك إنها كانت محافظة الشرقية هي مساحة الأراضي فيها حوالي مليون ومئة ألف فدان عارفت تكلم على مساحة جيرة جدا من الأراضي الزراعية فما كانتش متشافة الأراضي قوي يعني أقدر أقول لحضرتك اللي متسجل في الأملاك حوالي خمسين ألف واحد حطين إديهم على الأملاك الدولة بيدفعوا ريع بسيط يعني بيدفع السنة ربعين جنيه ثمانين جنيه ميت جنيه على الفدان يعني أرقام كلها لا تسكر بعد ما ابتدت المنظومة تخش ابتدينا دلوقتي نشوف بالضبط الأراضي دي وبتدينا يئمة نعمل إجراءات التمليك ليه بأسعار حد ديتها لجاني يئمة أنه هو نرفع قيمة الإيجار الثاني فكانت معظم التعديات كلها كانت أراضي زراعية وبالتالي تصبح معظم التصالحات أيضا فيما يتعلق بالأراضي الزراعية ولا أمر آخر لا ما هو أراضي زراعية أو حد باني على أرض أملك دولاني واحد باني على 200 متر حد باني على 300 متر حد باني على 500 متر بنبتدي نقنن لهم وضعهم وهو ده اللي احنا الحمد لله ربنا قرمنا ونجحنا فيه هذا الملف بأن احنا برضو وانت حضرتك بتقنن وضع المواطن لازم برضو تبقى رحيم في الأسعار لأن حضرتك تتكلم على ملفات قديمة جدا وناس مستقرر مكانها وكانت التكلفات لنا هو عدم المساس باستقرار الأسر والأهالي إنما طبعا لما الواحد يقنن وضعه هيبقى عنده شهادة ميلاد للمبنى أو للأرض يقدر يورصها يقدر يباحها يقدر يطلع عليها ترخيص فالأهالي ابتدوا يتقدموا والحمد لله الملفة ماشي في صورة جيدة جدا يا أستاذ أخيرا معلش يا دكتور هطول لحظة صغيرة كده هل في جدول زمني لمسألة انتهاء الحصر ومن ثم انتهاء عملية الرقمنة والميكانة إحنا بالنسبة لميكانة إدارة أملاك الدولة إحنا بالتنصيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات إحنا إن شاء الله بنأمل إن ننخلص الملفة داخل محافظة شرقية خلال خمس شهور من الآن بالنسبة لميكانة أصول وأملاك الدولة بإذن الله أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور كل الشكر لدكتور ممضوح غراب محافظ الشرقية ألف ألف شكر هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام شكل مصر لازم يظهر دايما في كل حاجة بالشكل الطبيعي لا نتجمل أو لا يوجد تجمل حقيقة كان فيه فيديو تم إثارته هو محمود بيتمرن في مكان خاص يعني عندهم مصنع فعملين فوق المصنع مكان بيتمرن تنريب خاص وده طبيعي وكان فيديو لكن بيتمرن الطبيعي في أفضل مكان عندنا مركز تدريب المنتخبات القومية حاجة كبيرة جدا بادئ في المشروع القومي للنشئين رعاية كاملة من الدولة ليه راتب ليه رعاية اجتماعية محمود وزملائه موجودين في درجة تعليم عالية جدا احنا بنغير سقافة رفع الأسقال في مصر مع أن من 1912 أول ميداليا في مصر في الأولمبياد كانت رفع أسقال احنا امتداد لكن بنغير طريقة العمل فدايما نشوف مصر بالشكل الجميل حتى لو الفيديو اللي موجود احنا مش معترضين ده حاجة كويسة حاجة كويسة متمرن زيادة لكن مش هو ده شكل مصر شكل مصر زي المطار الجميل اللي احنا فيه شكل مصر رؤساء أو رئيس التحاد وناس اللي معاه اللي موجودة انا مش جاي قابل عشان محمود احنا بنقابل كل الأبطال بأذا الشكل هو الأبطال بيكرموا من رأس الدولة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم بما يليق احنا بنتكلم على بطولة عالم تحت 20 سنة لكن انا بسلم على ولادنا مع الكابتن اول ما جاء مجلس الإدارة في الحياة بدأ يدور فشاف المشروع قومي المهوبة والنشئين ولادنا تقريبا يعني اللي فيه أربع سنين أقل أو أكتر بدأوا ياخدوا ينضم إلى المنتخب الوطني بدأوا يشتغلوا مع المنتخبات احنا بنتكلم على بطولة عالم في المكسيك في المكسيك وقبلها كان فيه بطولة في اليونان ان شاء الله تحضير لعشرين أربعة وعشرين تحضير لعشرين تمانية وعشرين عندنا أجيال مصر في زيادة باستمرار دي بطولة العالم بالمكسيك بطولة الشباب أحراس ثلاث مداليات ذهب وحطمت الرقم العالمي والرقم العالمي دلاتي باسم وطبعا مش مسد ده ان ده حلمي اللي كنت بحلم بتول عمري والحمد لله حققت وان شاء الله حاول لحقق حلمي التاني ان نوصل لأولمبياد باريس أنا رحت عشان حققت مداليات برونز وقلت لعالم تحت 17 سنة وكنت يعني كان نفسي في حاجة أحسن من كده بس الحمد لله لكل حال وانبسطت لأنا لعبت بطولة عالم وخدت تلت عالم وشايفة دي ديسة خاطوة أولى ليا وفيه بطولات تانية وكل ماتش أحسن من الأول وكده يعني أهلاً 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 بحضراتكم خذونا بقى إيه نتكلم على إيه نتكلم على العلاقات المصرية السعودية أو أفاق التعاون من البلدين خصوصاً في ظل الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة نرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الستوديو عادتاً نبدأ من اليمين بس المرة دي فإحنا هنرحب أولاً بدكتور أسماء رفعة باحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية من ورانا فن إزاي الصحة كله تمام؟ الحمد لله وأيضاً طبعاً الأستاذ أشرف أبو الهول كاتبنا الصحفي الكبير كله ماشي؟ كله ماشي وتمام الحمد لله طيب قبل ما هدخل على الاقتصاد هسأل على السياسة فهروح الأول لأستاذ أشرف وهنسأل التعاون السياسي ما بين أكبر بلدين في المنطقة العربية مراكز سياسية محورية جداً أقدر أقول بملو البق وصلنا إلى مرحلة أن احنا بجد بتعملنا حساب من العالم دلوقتي هذا التعاون البارز والواضح ما بين الرياض والقاهرة يؤدي إلى؟ يؤدي إلى سؤال مهم قوي المملكة العربية والسعودية ومصر هم يعني قطبة المنطقة العربية الاتنين دولتين بتمثلان سلطة روحية للمسلمين في العالم مركز الإسلام السني في مصر في الأزهر الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية أسواء اقتصادية ضخمة جداً تعداد سكان كبير جداً قوة سياسية هائلة تصنع القرار ولا يمكن أن يحدث قرار أو استقرار في المنطقة إلا بتعاون مصر سعودي كل ده بيؤدي عندما يعني تتوحد المواقف مش هقول تتوحد عندما يحدث توافق عندما يحدث سيطرة على أي مش هقول خلافات وإنما اختلافات سيطرة في الرؤى ونطلع بحل وصف بيحصل كتير بتقدر أنك أنت تاخد من العالم اللي أنت عايزه بتقدر تحرك القوى الكبرى لمصلحتك وده شفناه مثلاً في الموقف الأمريكي الجديد من المملكة العربية السعودية ومن المنطقة لما المملكة العربية السعودية والإمارات رفضوا أنهم يبقوا أداة زودوا إنتاج البترول يزودوا لا خدوا موقف مسؤول جداً وكان فيه دعم مصري وعربي لهذا الموقف أصبحت الولايات المتحدة هي التي تجري وراءهم أصبح الرئيس الأمريكي هو الذي يأتي إلى المنطقة بحثاً عن مصالحه فمصر والسعودية لما بيتفقوا دلوقتي شايفين بوادر حل مش هقول حل مجرد بوادر في اليمن شايفين توافق حول حل نزعات في المناطق الأخرى في ليبيا في سوريا رغم بعض الاختلافات لكن في النهاية الموقف بقى فيه تقارب كبير جداً مصر لما طلعت بعد 30 يونيو رئيس السيسي قال لابد من الحفاظ على الدولة القومية لابد من الحفاظ على الجيش الوطني كان فيه خلافات فأصبحت اختلافات وبدأنا نمشي في طريق التوافق لو شوفنا النهاردة البيان الختامي هلأ أن البيان الختامي اتكلم على مناطق توافق كبيرة جداً فيما يتعلق بسودان باليمن بالعراق باللبنان بليبيا وبالتالي عندما يحدث تعاون مصري صعودي عندما يحدث تنصيق وظن التنصيق احنا من غير ما كنا نشوف اي بيان ختامي او نسمع اي حاجة مجرد رؤية الرئيس السيسي والامير محمد بن سلمان وهم بيتقابلوا بكل حب خلال بدء الزيارة امس وهم النهاردة بيودعوا بعض بكل اريحية وحب وثقة بنقدر نفهم ان فيه بالفعل من خلال فهم لغة الجسد ان فيه توافق وان فيه اتفاق حوالين قضايا كتير وان فيه تنصيق وان هذه الزيارة التي تمت من اجل تنصيق اكبر تنصيق خلال القمة الخالجية اللي هيحضرها بايدن ويتكون فيها مصر والاردن والعراق وبالتالي لما بتتتفق الرؤى او تتقارب الرؤى او نصل الى توافق مش هقول اتفاق كامل ما فيش دولتين في العالم بيصلوا الى اتفاق كامل لكنهم بدنا تخطى تباييونات اه زي اوروبا بالكامل لما تجتمع في قمة وبطبع مواقف صعبة او تبص ليوم خرجوا بحل وسط الان هذا ما يحدث في السياسة الخارجية المصرية وهذا ما يدفعنا للامام عظيم جدا هنا اروح لدكتور اسماء رفع دائما ما السياسة بتلقي بظلالها على العمليات والشراكات الاقتصادية طول الوقت مع ان انا من انصر ان الاقتصاد هو الذي يحرك السياسيين بقى فاما انه هم يعني يذهبوا الى حروب او انه هم يذهبوا الى موائد المفاوضات يعني الاقتصاد دائما هو المحرك من وجهة نظر الناس اللي زي حالتي اللي عندهم من حيازات ناحية بتوع الاقتصاد فهنا اسألك على الشراكات اللي بتتم مش بس مصر والسعودية الشراكات ما بين مصر السعودية مصر الامارات مصر السعودية الامارات مصر الاردن العراق مصر الاردن البحرين كم الشراكات اللي حصلة في المنطقة خلال السنة ونص اللي فاتوا غير مسبوقة من وقت الحرب العالمية التانية حتى هذه اللحظة بتشوفيها ازاي؟ احنا ممكن نشوفها بشكل اوضح من خلال ان احنا نشوف السياق الاقتصادي العالمي اللي مرنا به خلال فترة السنة ونصة او السنتين اللي حضرتك بتتكلم عنهم الفترة دي شهدت ازمات متتالية ازمات عالمية وانعكست تدعياتها الاقتصادية على الدول المختلفة اول حاجة ازمة كورونا الاقتصاديات كلها قفلت الانتاج كله قفل التشغيل فالعرض الكل العالمي انخفض بشكل كبير وفي بعض الدول بدأت ان هي تفرض حظر على تصدير المواد الاساسية بتاعتها حفوظا عليها لبلدها بحيث ان لو امد الجائحة امتد الفترة طويلة تكون مأمنة الاقتصاديات بتاعتها بعدها فترة التعافي او بوادر التعافي من ازمة كورونا برضو كان فيها اللي احنا بنقول عليه الطلب المجبوط الطلب زيد بشكل كبير جدا على كل سلع والخدمات فالعرض الكل او الانتاج مقدرش ان هو يعني يتصارع بنفس معدلات زيادة الطلب فده نتج عنه مشكلتين رؤسيتين اول حاجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم وتاني حاجة اضطرابات في سلاسل الامداد القضيتين دول او الازمتين دول قبل من حلوهم وقبل من واجههم جاء الصراع الروسي الاوكراني في بداية العام الحالي الصراع الروسي الاوكراني ده بقى هو بعيد عننا فالمخاطر الجيوسياسية بعيدة عننا ولكن المخاطر الاقتصادية طلتنا بشكل كبير لان حضرتك جيت عند مواطن الانتاج والمكان الموجود فيه مواد الخام وتقريبا قفلتها بقى فيه الدول الكبرى بتتصرع مع بعضها في شكل عقوبات اقتصادية على روسيا روسيا كانت فرضة حاضرة على المواني بتاعتها البحر الاسد فما كانش فيه امكانية لتصدير غير كده بعد لما ان شاء الله امد الصراع ينتهي وكده هيبقى فيه في اوكرانيا محتاجين ان احنا نعمل اعادة اعمار مش هتنتج وتصدر زي ما كانت قبل كده لأ هتاخد فترة كبيرة فان هي تعمل ده فده انعكس على مصر وعلى دول كثيرة من الناحية دي ان موارد الانتاج كلها بقت مش بيتم امدادها بشكل كبير فده زود من ازمتين التضخم واترابات سلاسل الامداد طب نيجي نشوف المواجهة تمت ازاي طالما فيه تضخم مرتفع السياسة النقدية بتكون انكمشية يعني بنرفع اسعار الفايد وده شفناه في قرارات البنك الفدرالي الامريكي والاقتصاديات المختلفة اللي بتربط عملتها بالدولار وشوفناه في الاقتصاد المصري ده شيء طبيعي ان التضخم مرتفع فبنرفع اسعار الفايدة رفع اسعار الفايدة بيخرج من الاقتصاديات الرؤوس الاموال اللي هي سهلة تخرج اللي هي بتكون غير مباشرة او اللي احنا بنقول عليها الهوتماني او الاموال الساخن بتخرج في اتجاه اسعار الفايدة الاعلى فده بيدر بقى الاقتصاد ان انت مش بس موارد الانتاج اللي انت كنت بتعتمد عليها يعني تم انها مش بتجيلك بالقدر الكيفي لانت كمان عندك تضخم مرتفع بينعكس عليك اللي هو التضخم المستورد ورؤوس الاموال اللي كانت عندك خرجت فبيبقى الحل هنا في ان احنا لو جينا نشوف التضخم ده اساسا زاد بسبب ان العرض ما كانش مرتفع فاحنا عايزين نضخ استثمارات ولكن نضخها في شكل استثمارات مباشرة يتولد عنها ناتج ويتولد عنها عرض كلي فهو اسمه انفاق استثماري يعني انت بتنفق فلوس فده ممكن يتولد عنه ضغوطة ضخمية ولكن في النهاية انت بيكون عندك ناتج بيكون عندك تشغيل بيكون عندك يعني حركة الاقتصاد بترجع ان هي تشتغل تشتغل تاني العلاقات اللي حضرتك بتقول عليها بين مصر ومختلف الدول في النطق الاقليمي العربي ده شيء يعني كويس جدا ان هو يتم في الفترة الحالية وبيتولد عنه ان احنا بنستبدل سلاسل الامداد اللي هي حصل فيها بعض الدروب كده والبعض الخلل نتيجة الصراعات والازمات العالمية بان احنا نستبدلها بسلاسل انتاج تانية تكون محلية لان احنا لو بصنا على المنطقة العربية هنلاقي في قوة عمل موجودة في مصر هنلاقي رؤوس اموال موجودة في الامارات هنلاقي في مياه واراضي زراعية في السودان هنلاقي في معادن في المغرب وتونس والجزائر هنلاقي في نفط في دول الخليج طب من تكيد عندك عناصر الانتاج كلها تقدر بأن انت تشغلها وتولد انتاج وسلاسل الامداد هتكون قريبة في نطاقك الاقليمي فهتكون اقل تكلفة وفي نفس الوقت اكثر استدامة عظيم جدا طب انا ارجع مرة تانية لاستاذ اشرف واحنا بنتكلم على هذه الاوضاع الاقتصادية اللي بيمر بها العالم ورفع اسعار الفايدة في الفيدرالي فيأثر على اسعار الفايدة في الشرق الاوسط وفي الاتحاد الاوروبي وما الى ذلك فيحصل خلل اقتصادي في العالم كله جو بايدن طول الوقت يتكلم عن ارتفاعات اسعار برميل البترول اللي بيحصل فامريكا اتأثر جدا بسبب ارتفاع سعر الطاقة اللي بيحصل في العالم تأثر بسبب سعر الطاقة جو بايدن جاي على المنطقة في القمة الخليجية بحضور مصر والاردن والعراق صديقي العزيز جو جاي علشان يتفاوض ويتكلم على خفض سعر البترول ولا جاي علشان يشوف اسهام في حل ازمات المنطقة او بوادرها الحالية خصوصا ان انا عندي زيارة بتاعة اللي العهد السعودي لقاهرة ثم الى الاردن ثم الى تركيا يعود مرة اخرى سالما الى المملكة العربية السعودية وانا عندي لسه فيه ازمة قائمة حتى اللحظة دي قوات التركية جويا تخترق المجالات الجوية العراقية وتقوم بالضرب هل في زيارة بايدن بوادر لحلول او بحث لحلول واللي جاي يتكلم على الزيت وروح بص هو سؤال مهم جدا وانا هجاوب باختصار الاول اقول هو جاي بحثا عن مصالحه وليس لحلول لقضايا ازمات المنطقة الولايات المتحدة لا تملك حاليا حلول الولايات المتحدة صراحة شديدة ادارة ضعيفة مرتبكة لديها مشاكل كبيرة جدا ولديها مخاوف انه اذا استمرت الحرب الاوكرانية الروسية بهذه الوتيرة تقدم روسيا حتى نوفمبر المقبل احتمالات كبيرة جدا الحزب الديموقراطي حيخسر الانتخابات انتخابات التجديد النصفي في نفس الوقت هو بيحتاج الى من يساعده في الضغط على روسيا طيب هم دلوقت بيحاولوا ان هم يضغطوا على روسيا من خلال يعني منعها من تصدير الغاز لاوروبا صدرت للصين فصدرت للصين بس في نفس الوقت لسا اوروبا هو السوق الاكبر وعندهم خطوط الغاز لالمانيا والتركيا دي خطوط اساسية فيعمل ايه؟ يجي عشان يطلب من الدول العربية من المملكة العربية السعودية ومن الامارات ومن قطر ان هم يزودوا انتاج البترول وبالتالي يزود الضغط على روسيا ده حاجة اولى يعني ده قضية اولى ستحتل اولوية في الزيارة لكن في حاجة تانية كمان فيه فكرة انه يحصل تعاون دفاعي يعني او منظومة دفاع صاروخي في المنطقة تشارك في اسرائيل لتحييد السواريخ الايرانية هو يعني فيه فكرة بتطرح في الهدارة ايه ايه وانه عشان لو حصل حرب بين اسرائيل وايران السواريخ الايرانية ما توصلش لاسرائيل وفي نفس الوقت علشان الحسيين او ايران لو قصفت اي دولة خالجية طب نعمل ايه؟ نفرش المنطقة بمنظومات دفاع جوية سواء منظومات هق او غيرها ويكون بتعاون بين الدول العربية الدول الخالجية وبين اسرائيل بشكل كبير جدا اذا هو جاي لمطلبين مهمين لكن احنا في نفس الوقت فيه مطلب عربي مهم قوي انه هو الضغط على اسرائيل لتخفيف قبضتها على الفلسطينيين للدخول في مفاوضات سلام لوقف انتهاكات القدس انتهاكات اللي بتتم في الاقصى والقدس ومحاولة احداث تقسيم زماني ومكاني ده يعني شيء مهم جدا وشيء مهم اخر ان الولايات المتحدة اذا وقعت اي اتفاق ناوي مع ايران هذا الاتفاق يبقى شامل ما يبقاش اضعف من الاتجاه اللي فات ما وفقش على ان ايران تستمر في البرنامج الناوي بمعدلات منخفضة بعد ما قطعت فيه شوت كبير جدا وقاسبها تنتج متى شاء من سواريخ ومن مسيارات وقاسبها تواصل تدخلها في المنطقة فيه قضايا لصالح الولايات المتحدة ولصالح اسرائيل وفيه قضايا للجانب العربي المطلوب او يعني زيارة الامير محمد ابن سلمان ولي العهد بتشمل مصر وتركيا لانه دولتين اقليميتين كبار فيه محاولة التخطي الخلافات بشكل كبير مع تركيا بعد المبادرات التركية المحاولة يعني العودة الى السوق العربي المحاولة كاسب الاستثمارات العربية وما الى ذلك فمقابل ان تركيا تدخل في منظومة الدفاع عن المصالح العربية والمصالح الاقليمية وما تقافش موقع وهذا معناه انه لازم تركيا تتخلع عن علاقة استراتيجية من بينها وبين تركيا ازل تركيا مبنى من ايران وده يعني اعتقد انه ده المطلوب من تركيا فمقابل ان انت تسمح بعودة الاستثمارات الضخمة لتركيا السياحة لتركيا لكن الاهم ما يتعلق بنا انه مفيش حاجة زي دي ممكن تتم بدون تنصيق مصري سعودي عالي جدا هذه الجولة هي اول جولة للامير محمد ابن سلمان جولة بتشمل اكتر من دولة مش زيارة فردية من 2019 ودي الجولة اللي بيقوم بيها في الزكرى الخامسة لتولي منصب ولي العقل وبدأ بمصر لما المصر من اهمية كبيرة جدا في النظام الاقليمي مصر لها موقف ثابت انها ستشارك في الدفاع عن امن الخليج اذا تعرض الخليج للخطر والرئيس متمسك بكلمته مسافة السكة وبالتالي هو عايز يعني يمتن هذه العلاقة لانه شعرين ان الخطر الايراني بيزداد في نفس الوقت يعني في افاق ضخمة للتعاون بين مصر والسعودية سواء في حل المشاكل السياسية المشاكل الامنية مواجهة الارهاب وفي المجال الاقتصادي يعني زي ما قالت الدكتورة عندنا فرص تعاون مصري سعودي لا تنتهي اسواق كبيرة في البلدين عندنا في مصر مثلا من الاتفاقات التي اتعاملت اتفاقات خاصة بتطوير بنية تحتية مصر عندها خبرات وقدرات حاليا في عمل بنية تحتية في اي مكان على سطح الكرة الارضية برك تعاون في مجال الامن السبراني وده مهم جدا لانه هناك يعني فرق خاصة من مجموعات الهاكرز الايرانيين شغالين على محاولة ازعاج المنطقة بالكامل مصر لديها هذه الخبرات المملكة العربية السعودية تحتاجها المنطقة تحتاجها ولكن في نفس الوقت ما زالت امريكا هي القوة العظمى الاولى في العالم ولابد ان تتعامل معها لكن بندية طيب يعني قد نذهب بعد كده لنقطة تهديد العروش بس الاول عايز يعني the decline of the american empire زي كده الرومان empire لسا لسا مش ده هو عمليا بادئ يعني هو عمليا بادئ وتقريبا من 2017 بدئ وكان ليه بوادر بدئ تقريبا من سنة 98 كان فيه مؤلف مهم جدا على القصة دي لكن هنا فعلا عايزة مرجع لدكتور اسمي على مسألة الشركات الاقتصادية احنا اتكلمنا على قرات الفيدرالي وتأثيراتها على الدول في العالم كله مصر افريقيا شرق الاوسط اتحاد اوروبي الى اخره تكلمنا على اسعار البترول وما الى ذلك وهروب الاموال الساخنة طيب مثلا الاموال الساخنة اللي خرجت من مصر وتقدر تقريبا بحولي 20 مليار دولار خروج هل الاستثمارات اللي دخلت لنا ومش في شكل اموال ساخنة في عندي استثمارات سابقة بدأت تخش من الامارات المملكة العربية السعودية وعندي النهاردة اتفاقيات تقريبا ب7 و7 من 10 مليار دولار عندنا تعهد اخر من الامير محمد بن سلمان بقيادة حزمة استثمارات تقدر ب30 مليار دولار هل هذا يعود هروب هذه الاموال الساخنة ام يعودها ويزيد او ان يوسف يقول ايه كلام لا طبعا هو احنا مش هنقارن ارقام بارقام احنا هنقارن الاصر الاقتصادي لكل شكل من التدفقات لما بتدخل بيكون اصرها الاقتصادي يعمل ازاي هنتكلم على الاستثمارات المباشرة اللي هي زي الاتفاقيات التي تمت النهاردة او القيم اللي حضرتك كنت بتذكر ان هي بدأت تدخل هو طبعا رفع اسعار الفايدة بيخلي الاستثمار المباشر يكون بتكلفة اعلى لان اسعار الفايدة لما ترتفع ده بيزود من تكلفة الاستثمار المباشر وده بيأكد يعني دعم السعودية لمصر أن هي دخلت استثمارات مباشرة في هذا التوقيت اللي بترتفع في أسعار الفايدة لما بتدخل بقى الاقتصاد وتشتغل بشكل استثمارات مباشرة وشاركات مع القطاع الخاص أول حاجة هي بتشجع القطاع الخاص لأن ممكن الاقتصاد الخاص يكون القطاع الخاص أقصد يكون فوضع أنه هو متخوف مثلا أنه هو يزود حجم الاستثمارات بتاعته الظروف فما فيهاش استقرار كافي فالفلوس دي لما بتدخل بتشجع القطاع الخاص بتشغل عميلة فبتقلل عندنا مستويات البطالة بتزود الانتاج والعرض الكلي وده أساسا مسبب رئيسي في ارتفاع معضلات التضخم فإحنا لما بنزود معضلات العرض الكلي ده بيقلل من معضلات التضخم بشكل أخر القطاعات اللي هي دخلت فيها لها قطاعات مكملة يعني كل قطاع اقتصادي بيكون ليه روابط أمامية وروابط خلفية يعني مثلا حضرتك بتنتج حاجة معينة طب محتاج مدخلات انتاج من قطاع اخر او الناتج بتاعتك بتقدمه كمدخل انتاج لقطاع اخر فهي دي المتخل الروابط الأمامية والخلفية فانت لما بتشجع قطاع معين او بتدخل استثمارات في قطاع معين انت بتشجع مجموعة كبيرة من القطاعات وده بالفعل احنا شفنا يعني القطاعات اللي دخل فيها الاستثمارات السعودية فيها بنية تحتية البنية التحتية دي رئيسية اللي جازب اي استثمارات بتشجع اي واحد ان هو يبدأ ان هو يشغل المشروع بتاعه مشروعات الطاقة سواء الطاقة التقليدية او الطاقة المتجددة والاستثمارات في الهايدروجين الاخضر ده مدخل انتاج لمجموعة كبيرة من الصناعات تقريبا كل الصناعات بتعتمد على الطاقة وكمان اهميته بيجي في الوقت اللي مصر بتسع فيه نهي تكون مركز اقليمي للطاقة بتزود الاكتشافاته بتزود الانتاج وبتزود الصدرات بتاعته فلما ندخل استثمارات في القطاع ده ده شيء مهم جدا كمان مصر ان شاء الله هتستضيف قمة المناخ في نهاية العام الجاري فلما نكون بنزود الاستثمارات بتاعتنا في قطاع الطاقة المتجددة وفي قطاع الهايدروجين الاخضر يبقى احنا كده بنأكد رغم ان مصر من الدول الاقل تسببا في ظاهرة التغيرات المناخية ولكن هي بتواجهها بزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة وبتشجع الدول التانية نهاية تدخل تستثمار في القطاع ده عندنا الصناعات الغذائية هي الصراع الروسي الاوكراني انعكس على الاسواق النشأ فحطتين كبار الامن الغذائي وازمة الزيون فلما احنا نزود الصناعات الغذائية عندنا يبقى احنا كده بنعوض بقى يعني بنعوض اي نقص انه هو تم فهي دخلت في قطاعات فعلا قطاعات مهمة وقطاعات بتشغل قطاعات اخرى غير ان هي بتشغل عمالة بتزود العرض الكل فدي بتساعد على ان الظروف الاقتصادية تستقر خلال الفترة التانية كمان في حاجة مهمة هنا عايزين نشد ليها لما حضرتك بتتكلم على اشكال الاستثمارات المختلفة طيب الفلوس اللي هي قريب من 8 مليار دولار دخلت الاقتصاد في شكل ايه هل دخلت في شكل ودية كرود يعني السعودية قدتنا كرود طبعا لا هي ما دخلتش في شكل كرود احنا دلوقتي اصعار الفايدة مرتفع عندنا جدا فأي استدينة هتبقى بفايدة والتكلفة عالية لأ دي بالعكس دخلت في شكل استثمارات يعني هي دخلت شغلك الاقتصاد بتاعك وتدوره فده بيأكد على اهمية دور الدور السعودي في دعم الاقتصاد المصري يعني طبعا السعودية دولة نفطية فهي من اقل الدول يعني اتعرضوا للازمة يعني انما مصر طبعا كان الاثر عليها كان اكبر فده بيأكد يعني ان الدور ده كان قوي ويأكد برضو على دور هيئة الاستثمار في مصر ان هي استطاعت ان هي تجذب استثمارات في الوقت الحالي يعني جذبت استثمارات بمبلغ كبير في قطاعات رائدة وفي قطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد كمان في بعض المشروعات فيها تبقى مشروعات قومية ومتعلقة بالبنية التحتية رئيس هيئة الاستثمار اعلن ان هي تاخد الرخصة الزهبية وعرض عليهم مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حوالي 2700 فرصة موجودين في الخريطة الاستثمارية فده بيجذب بس مش السعودية ان شاء الله دول تانية اكتر ان هي تدخل في التدخل استثمارات المباشرة طيب انا هستأذن حضراتكم هروح لفصل سريع جدا ونرجع نكمل الكلام علشان هنروح رحين تاني لا استاذ اشرف نحاول نسأله على مسألة مش بس تهديد العرش من عدم هيئة هتاخد وقتها بما لا شك فيه بس هي المسألة بتاعة القدرات المصرية العربية على انه ننهي الحالة بتاعة زمان بتاعة لي الزراع العربي طول الوقت وانه تصبح العواصم العربية بالتأكيد القاهرة والرياض وايضا ابو ظبي من عواصم صنع القرار الدولي مش العربي فقط فاصل ونكمل الكلام اهلا بحضراتكم مرة ثانية نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء دخل الستوديو دكتور اسماء رفعة الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية كاتبنا الصحفي الكبير استاذ عشرف ابو الهول مدير تحرير الاهرام وبالعودة للملف السياسي على خلفية زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة التصور اللي أنا بفكر فيه بصوتة عالية مع حضرتك انه عودة او انه القاهرة والرياض ومعهم بالتأكيد ابو ظبي يعودوا الى احتلال او صناعة مرة اخرى صناعة القرار او المشاركة في صناعة القرار الدولي عبر المنطقة ليس فقط الامتثال لتوجيه او اوامر قادمة من واشنطن او لندن او برلين او باريس يعني خليني اقولك انه السياسات الخالجية شهدت صدمة خلال الفترة الماضية عندما فجت بانسحاب امريكي من المنطقة سحب لانظمة الدفاع الجوي انظمة هوك غيرها وغيرها وده شجع الحسيين ومن وراء الحسيين ان هم يحاولوا يقصفوا المجمعات الخاصة بارامكو اكبر شركة باترول في العالم اكبر شركة على وجه الارض ايضا سواريخ اطلقت ومسيارات في اتجاه ابو ظبي وبالتالي ده خلى الامارات والسعودية بدأوا يفكروا في البديل البديل طب ما احنا عندنا بديل محلي بديل خاص بينا بديل تحالفنا وان احنا نبني منظوماتنا الدفاعية الخاصة بينا وان احنا نتعاون مع قوة اقليمية كبرى زي مصر اللي يمكن بتحتل مركز متقدم عن ايران وعن تركيا وعن كل دول المنطقة وعن اسرائيل في ميزان القوى العالمي وبالتالي ده فتح افاق تعاون اكبر بين دول الخليج ومصر تنصيق اكبر طبعا اسرائيل حاولت تستجل هذا الموقف انها تدخل في تنصيق مع دول الخليج عرضت عليهم توفير شبكات دفاع جوي عندها اسرائيل ثلاث منظومات للحماية من الصواريخ منظومة حتس للصواريخ طويلة المدى ومنظومة مقلع داود للصواريخ متوسطة المدى ومنظومة الابة الفلازية للقزائف وصواريخ القسام والصواريخ اللي هي يعني غير موجهة وايضا انتهت من منظومة جديدة هي منظومة الدفاع بالليزر شعاعات ليزر تطلق على الصواريخ ايا كانت فتدمرها بدون تكلفة وبدأ الامريكان يعرضوا هذه الفكرة لكن الاولوية الان في نظام الدفاع العربي المشارك هو التعاون المصري الاماراتي السعودي التعاون العربي التعاون اللي تشارك فيه دول زي العراق وزي الاردن وما الى ذلك والبلدان العربية عندها القدرات المادية وعندها القدرات البشرية يعني القدرات المادية أنها تقدر تأتي بما تشاء من انظمة الدفاع الساروخي من اي مكان في العالم وجزء كبير من هذه انظمة يصنع في المنطقة تصنيع كامل وايضا عندها خبرات في ادارة هذه المنظومات وبالتالي تتخلص منطقة الخليج من التهديدات سواء الايرانية او عمليات الابتزاز التي كانت تمارس من الولايات المتحدة في السابق انه انا هدفع عنكم طيب هتدفعوا كام طيب انا حاجة اعمل صفقة مثلا بمئة مليار اورد بها اسلحة بخمسين مليار وتدريب وزخيرة وبتاع بخمسين مليار وفي النهاية ما فيش نتيجة اذا التهديدات الاقليمية دفعت الدول العربية في الاخر للبحث عن بديل داخلي بديل عربي تقود مصر انا كنت اتمنى نقعد لانه دي بحقيقة يعني منقشة بالنسبة لي شديدة الاهمية لكن اخيرا وفي عجالة سريعة جدا دكتور اسماء دي دي خاتمة لمسألة الشراكات الاقتصادية مستقبل الشراكات الاقتصادية مش بس مصر والسعودية ولكن في المنطقة تشمل افريقي هو فعلا التوجه العربي ده المفروض ينظر توجه تاني افريقي لان زي ما قلت لحضرتك فيه ظروف مشترقة وفيه تنوع وفيه ميزة تنفسية مختلفة فده بيساهم ان احنا لما نعمق العلاقات سواء العربية او الافريقي المكاسب المجتمع هتكون اكتر وهتكون قدرتنا على موجهة الازمات والتحديات هتكون اكتر فياني ان شاء الله هنشهد الفترة اللي جاية التوجه العربي مع التوجه الافريقي فده هيساهم كتير في حل الازمة اشكركم جدا 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 استاذ اشرف دكتور اسماء نورتونا وشرفتونا لازم نعود كتير جدا خالفترة الجاية لان انا بعتقد انه مش بس زيارة ولاية العهد السعودي لقاهرة لكن كمان ان احنا منتظرين اللقاءات اللي هتحصل او نواة زيارة الاردن ثم نواة زيارة تركيا ثم العودة مرة تانية للقمة الخالجية فالفترة الجاية دي هتشهد زخم يعني كده احنا الفئي لما يسعد يجيلو 3-4-5 كمان في شهر واحد اشكركم جدا 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 نورتونا وشرفتونا خلصت الحالة لحد كده كريم رمزي داخل حالا ماشي بالكورة ورقم عشرة ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات